اهلا وسهلا فيكم ببدو تريد اليوم عنا الشو كتير مهم لنحكي فيه عن السقف الدين الامريكي ووضع الكريبتو بالنسبة للمشكل بين الدموقراطيين والجمهوريين بنحكي عن ليه لازم نحط خطة هلا بنحكي عن جاري جانسل بنحكي عن كتير عملات رقمية مثل ما عودتكم انا يوميا بنلكم اخر اخبار الكريبتو خلينا نبلش يوم دوما مايو بالاسواء شفنا كل السوق هابط بشكل كتير كبير كل العملات الرقمية مثل ما نكون شايفين كله بالاحمر الاخبار بعدها مشكل رفع سقف الدين الامريكي كتير عم بيحوض بالاسواء العالمية لانه اذا امريكا عملت ديفولت هالشيه رح يأثر على الاسواء العالمية حتى جايمي دايمن من جاي بي مورغن بيقول نفس الشي اذا صار هالأمر رح يعمل مخاوف عالمية بايدن كان بدو يجتمع اليوم مع مكارثي اللي يحكوا بخصوص الدين اللي رفع سقف الدين ولكن تم تأجيل هيدا الاجتماع عم بيجاربوا كل واحد ياخد مصالح اكتر من بعضهم هلا اليوم بدي احكي شوية عن السياسة صراح بدي احكي عن سياسة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري بتمنى عليكم تعملوا لايك لان دايما واتحكي عن الموضوع بلاحظ فيديوهات ما بتوصل لحدا طلع هيدا هيدا التقرير او هيدا المامو كانوا عم بيتنقلوا عضاء بالحزب الديمقراطي شو عم بيقول المامو عم يحكوا بها المامو انه بدوا يركزوا على بس رفع سقف الدين ما بدوا يحكوا عن شي تاني كانوا باصل من اعضاء الحزب الجمهوري عم يحكوا انه بدوا يحكوا عن الساك ويقيموا السلطة من جاري جانسلر يحطوها مع السي اف تي سي ويعملوا ونين واضح على الكريبتو ضمن اجندة الامور طلعوا حكيوا لا بدنا نحكي بس عن هالأمر بدنا الساك هو يضلوا مسيطر على كل عالم الكريبتو وما بدنا الريبوبلكين يحكوا بغير مواضيع سوبلشوا يحكوا بها الطريقة يعني فيك تقريبا كأنه حرب واضحة بهالمجال بدون هن كأنه الجمهوريين بدون الكريبتو الديمقراطيين ما بدون الكريبتو مش انا اللي عم بحكي هالأمر ولا بهمني السياسي بأمريكا ولا بتعطي بالسياسي الأمريكية ولكن طلعوا ببايدن مش انا بحكي طلع بايدن من يومين وحط انه هن بدون يعملوا ضرائب على العالم بأمريكا اللي بيستعنده تاكس وعم يربحوا من الكريبتو عفوا بدون يعملوا ضرائب كتير قوي عليهم وعم بيقولوا على الحزب الجمهوري ما بدوا يعمل بدوا يعمل ضرائب على الأكل والشرب هيك هن عم بيقولوا هلا هيدا ما بعتقد الواقع هيدا بس عم يعمل ضعايا لحاله لأنه بلشت كأنه حملة الانتخابات هلا بدون يحطوا كأنه الحزب الجمهوري هو بيساعد الكريبتو هو مع الكريبتو والحزب الديمقراطي هو بدوا يحمل العالم هيك عم بيعملوا حملتهم يعني هالشيء أنا بالنسبة إلي سالب كتير كتير عالم توجهت إلو مثل ويندي يو حكيت عن هذا الموضوع قبل توجهت إلو هي بتشجع الحزب الديمقراطي ولكن بطريقته اللي عم يحكي فيها لح تنتخب ضده بس كرميل هالأمر يعني عم بيحط الكريبتو بيبيوز المدفع كأنه سبب المشاكل وبينما الحزب الجمهوري عم بيهاجم جاري جانسلر وما بده يبقى لأنه ما في وضوح مش بس للحزب الجمهوري إذا بتطلعوا هون عملت تويت أنا عبدوي لحقوني هوني غرفة التجارة الأمريكية عملت مذكرة بحق السك لأنه عم يرفض الإيجابة عن عملات الرقمية إذا بتعتبر سيكورتي ولا إذا أنت ما عم جاء كيف متوقع العالم تعرف الجواب لهذا الأمر يعني فيه كتير أمور وبنفس الوقت السك عنده عنده كذا غلطة في أدراسه يعني اجتماعاته مع FTX كل الأمور مع FTX بعدين فشل FTX هي المنصة الوحيدة اللي اجتمعت مع السك أكتر من مرة هي FTX والمنصة أكتر شي كان فيها نصب هلأ الـ IRS بدأتطلب 44 مليار دولار منها هؤلاء الـ IRS يعني مصلحة الضرائب الأمريكية هؤلاء اللي بدون ياخدوا أموالهم أول شي كل أموال FTX حاليا سبعة مليار يعني إذا بدوا يردوا لهم قصم من أموالهم لهول الدالة حيفضل للموضعين وكل هذا كان تحت أنظار جاري جانسلر وجاري الوسخ كل هالأمور هاك وبنرجع بنطلع على براد شيرمن كمان عضو بالكونغرس الأمريكي بالحزب الديمقراطي اسمه براد شيرمن شو بيطلعوا بيقول مبارح كل العالم ما كنت يحكي عن الموضوع بس لأنه كل هالأمور عم بتصير عم بتعصر مش عم بتعصرني عم تسمن لك بدنك أنه عم بيحطوا الكريبتو كأنه هو بوجهها السياسية هو الكريبتو ما خصوا لا بها ولا بها كل اللي بدنا وضوح بالسياسة بشكل عام بيطلعوا بيقول أنه بالكريبتو عم يطبعوا أمواله عم يعملوا أموال هكو بيطلعوا بيحكي على التلفزيو بيطبعوا بلا حسيب في عملات ايه عم تطبع في عملات يمكن مالأيمة بس ونفس بنفس الجملة بيقول كمان الدولة الأمريكية بتطبع من الهوى مصاري بس مدعوم من الدولة الأمريكية هو بيطلعوا بيقول هالأمر يعني ماني آتوف فن أير أنه الدولة الأمريكية فيها تطبع أموال من الهوى من ماشي ولكن عالم الكريبتو ممنوع يعني ليك التناقض بيحكيه طلع هايكو حكي يعني في فيديوهات عنا بتلاقي الانترنت نرجع منتطلع على الدان الأمريكي بشكل عام الدين الأمريكي كيف عم يكبر من سنة لسنة 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 شي مخيف يعني هاي دي صورة مخيفة كيف عم يصعد الدين الأمريكي وصل لها مرحلة ما انه صح بقى وما ما اعتقد لحينتهي على خير عملت مشاركة عن هالأمر على بدوي اندرسكور تريد الحقوني هونيك كل هالأمور فوق بعضها عم تفرجين انه فيه مشكل كبير عم بصير وعم بحطوا الكريبتو كأنه بيبوز المدفع يعني كأنه انت يا معنى ضد ناصرنا من الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطيك هاكي عم تتوصل الصورة هي منا هاك ولكن بما انه صارت هاكي يعني ما بعرف انا برأيي لازم اذا حدا بيحب الاستثماره وبيدعم الكريبتو ما بقى لازم ينتخب بايدن بالانتخابات اللي جاي صراحة لانه بشكل واضح عم بيحط عم بيحط العالم ببوز المدفع شوف حملته ها حملته هو هايدا على تويتر تبع جو بايدن مش انا عم بحكي نسي كل شي وانا ما عم بحكي سياسي اول شي اتمنى عليكم تعملوا لايك لانه اكيد لحيعملوله شادو بان ليوتيوب معروفة بمحبتها للحزب الديموقراطي لحيعملولي شادو بان لهالفيديو ولكن هايدا امر لازم ناخده بعين الاعتبار هايدا بس الرانت طبعي بدأ احكي شوي عن الموضوع من ناحية تانية غير امور إيلو ماسك بيعمل تويت لهايد الانف تي والعملة والانف تي اللي علاقة فيه بيصعد بشكل جنوني إيلو ماسك عنده ميمي عمي هايدا اسمها ميمي ملدي اناف تي ما بعرف شو اسمها صعدت بشكل جنوني على عقب على عقب هالأمر يعني ما بعرف العالم بعدها اقل تويت بتأثر فيها بهالكبر ما بعرف سلطه لإيلو ماسك ايش قوي بس بنفس الوقت ها بيطلع هلا خبر إيلو ماسك انه لهيز جانا ستب داو ما لاحي يعود بقى رئيس مجلس إدارة تويتر لحي يأمن حدا محله ليعمل هايد الوظيفة هيدا خبر تاني هلا بدي حذركم انا شوية من الميم كوينز بشكل عام في كتير ميم كوينز نصب هلا في ميم كوينز عندهم دعم مثلا دوج كوين عنده دعم من إيلو ماسك شي بقينه عنده مشتر عنده أمور ولكن بشكل عام الميم كوينز منهم هالمشريع القوية سنتبهوا منهم عملت تويت انا على بدوي انتبقوا في عشر ميم كوينز تم اتشافهم انه هن نصب بشكل كامل وشفنا هلا عم نشوف حملة مثل عدد من المؤثرين عم يعملوا ضعايات للميم كوينز هن عملينهم ميم كوينز تاخد عشر دايب تعمل الميم كوينز انا بدي اعمل فيديو بس فرجيكم ادي سهل تعملوا ميم كوينز بلا ايمي هايدا تم عرض عشرة عملات هيدول معروفين انه النصب سنتبهوا منهم انه انفوتوا على بدوي انرسكو تريد هوا هن العملات حطيت صورتهم كمان وفي مقال عن الموضوع لذلك انتبهوا في احد الاشخاص اسمه اليو تريد بيحترموا كتير مؤثر كتير محترم بعالم الكريبتو بيقول في كتير عالم بيقولوا ملاح تعملوا مصاري اذا بتحملوا عملات مهمة بالدورة التانية هيدا غلط هيك هو بيقول طلعوا وهو شخص ما بيحب الكاردانو هم بحكيكم ايها بشكل عام هو عمل هيدا المثل عن الكاردانو مع انه هو شخص ما بيحب الكاردانو قالوا انطلعوا على الكاردانو كاردانو بالسوق لها بتضلت على سنتين بين اتنين سنس والعشرة سنس بين اتنين سنس والعشرة سنس بكل البيار ماركت ولكن عندها كوميونيتي وعم بتبني عم بتضلت ابني بعدين عملت واحد وستين اكس وقت اجه السوق الصاعد عم تتخيلوا قدي عملت يعني المشاريع المهمة الواحد في يحمله هيك هو عم يحكي كمان انا عم بقول شؤال هو في يحمله الواحد ويكون مقتنع فيها على المدى اللي الطويل وما في مشكلة المام كوينز انتبهوا منهم فيكن تفوت تعملوا تجارة فيهم تربحوا وتقيموا ارباحكم وتحطوهم مشاريع مهمة ايه بس المشاريع مهمة هني على المدى اللي بعيد بيعملوا لكم مصاري وفيكن تحتفظوا فيهم بامان لدرجة معينة سهدا هو كان عم يحكي عنه مش كل شي مشاريع صغيرة اكيد المشاريع صغيرة بتعملوا فيها ارباح اكتر حاليا متل ما انكم شايفين الكريبت البيتكوين هبط صرنا بال 26200 المركز الثاني انا برأي لازم نشوف ارتداد عنه هو الـ 25200 تقريبا هو معدل الـ 200 اسبوع وانا حياتي تزيح من زمن مركز مقاوم مهم لحيكون اذا كسرناه بدلا نرجع نشوف مناطق منخفضة اكتر هيدا المنطق اللي هون هلا عم نشوف هبوط بالعملات البديلة بشكل كتير كبير حتى كتير منهم عملوا يعني جديد يعني لها السنة لها البير ماركت عملوا كسروا القاعة اللي قابل لها العملات البديلة اكيد البيتكوين والإثيريوم بعد ما كسروا وغيرهم ما كسر ولكن في اسم كتير منه نوصل لقاعة جديد هلأ صار لازم نبلش نفكر نعمل DCI او يمكن وقتا نحط خطة انه اذا وصل ربنا لهالمنطق نبلش نعمل DCI نبلش نفوت على مراحل نحط خطة لقلنا شو بقى اي عملات نحنا منحب اي عملات نحنا من من لاحق ونحط الخطة هلأ قبل ما نخلي الخوف او الطمعي أسرع قراريتنا مش وقت تطلع العملية تكون عمل 10,000 X تقولولي فينا منيحة نشتري هلأ اكيد مش منيحة بدكوين منيح وتكونوا حطين خطة انتوا عن نواعي شريع انتوا مقتنعين فيها ووقتها توصل للمكان معين تشتري شوية ترجع اذا هبط اكتر تشتري شوية انا اذا وصل وقت توصل بدكوين لها المناطق لحبلش اشتري بعض العملات تهبط شوية اكتر بدكوين اشتري اكتر هاكي هاكي بنشتغل فشل في التخطيط هو التخطيط للفشل غير هاكي شو في اخبار بالسوق تم اغلق شركة كاثي وود المرتبطة بالETF من كندا شاركة عليها ديوم بالملايين وما عم تقدر تدفع عملت رابط انا على تويتر وما عرف هشيء دي اللي حيأثر عليها واستثمارات بعالم الكريبتو عملت فيديو مبارح عن Real World Asset فوتو احضره كثير مهم لانه مجال سيكون كثير قوي بالبول ماركت اللي جاي وكثير مستثمرين وعالم مهم عملته نزلته من مبارح بعد الفيديو اللي عملته العادة نزلته بعد 10 ساعات فوتو احضره كثير مهم وحطيت بعض المشاريع اللي انا عم رأبها متا ماسك وبيبل بيعملوا شراكي سوف تستخدم خلال محفظة متا ماسك تشترك اثيريا مثلا خلال باي بال هذا يسهل التبني ويصير العالم تستخدمه أكتر فيتشين عملت شراكي مع بي سي دابلي جلوبو تعمل ري براندين تحسين فيتشين بعدها تعمل بالبير ماركت بلس شين شفتنا صعود لهكس مبارح اليوم رجاء هبط أحد أسباب الصعود لهكس شبكة ريتشارد هارد قالنا عن شبكة بلس شين وبلس اكس بلس مثل اليوني سواب بس للبلس للبلس شين أخذت وقت كثير كان فيه تأخير كثير هلأ بعد سبع تأيام سيطل إطلاق وعقب هالأمر تصعد عمل هكس بشكل كثير كبير بلس تكنولوجيا الطريقة اللي عملها فيه ما حدا عمل قبل فورك للإثيريوم مع كل شي تحت الإثيريوم مثل ما عمل ريتشارد هارد هلأ أكيد في لسلبيته ولكن الفكرة الطريقة اللي عمل ها طريقة جيدة غير هيك بتعمل نسبة تداول أكتر من كوين بيس للرابع شهر على التوالي يعني منصة لمركزية عم تعمل تداول أكتر من كوين بيس هنشوف كيف المركزية عم تتطور بسوء أكتر أكتر هذا كل شي أنا عندي إلى اليوم إن شاء الله انبسطتم بالفيديو إذا انبسطتم اعملوا لايك اعملوا سبسكرا للشانل وأنا بشوفكم قريبا فيديو جديد ومارك